السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنهاردة بقى مع تريند الكوروانسون ويل او الكوروانسون ورول. يلا بينا نعمله من غير مناعم العجينة ولا حاجة. هستعدم النهاردة الباف باستري. باف باستري جاهزة كده ومتقطعها اصلا واتجهزة. هاخد منها طبعا انا مخزنها في الفريزر عندي هي متلجة. بطلعها بس من قبل الاستخدام بحوية ساعتين تلاتة عشان تفك شوية. هستعدم تلات رقات من الباف باستري. وهبدأ كده احطهم زي ما انتم شايفين. وطبعا هي العجينة ولا هي ساعة قوي مجمدة ولا هي فكة قوي. هبدأ كده بالرول بتاني. ابدأ افردها. فردة كويسة. مش هرفعها قوي جماعة. يعني انا بفردها بس علشان تبقى الطبقات لازق ببعضها ما تفكش مني. ابدأ بقى بالسكينة بتاعت كده اشوف الصيز اللي انا عايزها. يعني انا عايزها تبقى عريضة قوي اعملها عريضة. عايزها تبقى اصغر اعملها اصغر. انا حبيت قوي الحجم الميني بتاعها علشان الاولاد سغنوني. يعني انا بعد حتى ما عمل كده عريضة قلت لأ انا هعملها باميني. وهكبرها شوية. يعني تبقى ايه? السمك بتاعها اكبر بس ما تبقاش عالي قوي. بصوا انا استخدمت هنا البديل بتاعي للقطعات اللي هما بيستخدموها المدورة دي عشان يطلع فيها الشكل بتاعي. استخدمت الاوالب البرسولين بتاعتي اللي بتدخل الفرن. هحطوا جواها وهواريكو ازاي هستخدمها في التسوية في الاخر. اهو هحطوا جواه كل واحدة ومش محتاج بقى ولا حط زبدة ولا حط اي حاجة. لان عجينة الباب بصري اصلا مليان زبدة. انتو هتشوفوها بتنزل اصلا زبدة في الصناية. يلا بينا بقى نجيب كمان برضو بقيت الطبقات بتاعتي بتاعت الباب بصري ووريكو نفس الطريقة بالزلط. هبدأ افردها كده بالرولر بتاعتي. علشان تتفرد الحاجات مع بعضها. وتبدأ العجينة ما تفكش من بعضها. وما تفردوهاش قوي ترفعوها. لان لو رفعتوها قوي هتطلع لي في الاخر عاملة زي الرؤاء كده وانا مش عايزها كده. انا عايزها تبقى عجينة هشة وفي نفس الوقت تقبل ان هي تتحشى من جوة حشو حلو. يلا نلف زي ما انا ما قلتلكم كده. بنفس الطريقة بالزلط. بجد التريقة سهلة جدا 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 جدا. وهتنجز معاك وتخلص بسرعة قوي. يلا نجيب بقى الصاج بتاعنا ويكون بس سميك شوية وشفتوا بقى قلبتها. عشان ده هيبقى التقل بتاعي اللي يخلي الباب بصري ما تعلاش لفوق وتعمل زي السينابون. طبعا مسخانين فورن درجة حرار 180 ل190. درجة حرار لازم في الاول. اول عشر ده تبقى عالية. وبعد ا الاول عشر ده ابدأ بقى ارفع ايه القلب من عليها. وابدأ اقلب الكروسول رول على كل حد. يلا بينا نعمل بقى السوس بتاعي. هحط معلقة كبيرة من الكاكاو الغير محلة. معلقتين كبار من بودرة الكاستر. واحط حوالي معلقتين ونص من السكر مليانين. بعد كده انا بحب اضيف اضافات وتكات كده. اللي هي نص معلقة من القهوة سريعة الزوبان. وحوالي مج ونص من الحليب. او حوالي مج كبير. المج بتاعي ده كبير. فهو تقريبا من المج الشاي العادي بنعدى. حوالي مج ونص. ابدأ اقلب كل مكانة مع بعضها تختلط حلوة قوي. وارفعها على البوتجاز. اه اول ما تبدأ بقى تتماسك كده مع بعضها زي ما انتوا شايفين. اجيب نص كباية من ودي اختيارية. عايزين تعملوها عاملوها مش عايزين ما فيش مشكلة. لو حاسيتوا ان السوس بتاعكم تقيل وتقل قوي معاكم. هنبدأ ان اضيف فنجان سوغانا من الحليب. انا ضفت بالفعل فنجان سوغانا من الحليب ل لقيت السوس بقى تقيل معايا. بالاخص لما ضفت الشوكولت شابس. السوس ده يا جماعة بجد خطير خطير خطير. على فكرة ممكن تحشو بيه اي نوع من انواع الترط. ممكن اصلا تكلوه كده. زي البودنج بجد طعمه حلو. يلا نعمل بقى السوس اللي هنحطه من فوق. انا استخدمت معلقتين كده من النوتيلة. وكمان جبت معاهم الشوكولت شابس او اي نوع الشوكولت انتوا بتفضلوه يعني. بس نقطعها قطع سغننة. ونحطها فوق النوتيلة بتاعتي. وابدأ احطها في المايكرويف لمدة تلاتين ثانية او على حمام مية. لحد ما تبدأ تدوب مع بعضها زي ما انتوا شايفين السوس خطير جدا جدا جدا. هبدأ بقى الحاجات بتاعتي دي ابدأ احطها في الكياس الحلواني بتاعتي. عشان اتجهزة. وكون جاهزة. واسبها تبرد بقى على جنب خالص خالص خالص. وانقلها للكياس الحلواني. شايفين بقى? انا قلبت الكروسو ويلز على كل الجهات. حتى على آآ حروف بتاعته. يعني انا وقفتهم وبدأت اقلبهم على الناحيتين وسنتهم بال� الا آآ 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 بتاعتي. شايفين بجدا جميلة جدا هشة هشة هشة. طبعا انا عملة الحجم الميني يعني انا مش عملة حجم جبير. ممكن زي ما اتفقنا. لو اتكبرنا اللفات بتاعتنا وكبرنا الحجم بتاعنا. ممكن نزود بتاعها. انا هبدأ كده استعدم. الالة دي حلوة قوي بتستدم فيه التخريم الحاجات. وانها تحشي الحاجة. بس لو الصوس بتاعي تقيل. هتوقع صعبة في الاستخدام. فانا حتى بعد ما استخدمتها اضطريت ان اجيب المقورة بتاعت الكوسة وبدأت اوسع لنفسي عشان الكروسون كل الكروسون تستقبل كمية كبيرة من السوس انا عايزة تبقى مليانة كده لما افتحها وكلها من جوا تبقى مليانة السوس كتير فهبدأ استعدم زي ما انتو شايفين اهيات المقورة او اي سكينة بس يكون البوز بتاعها مدبب ورفيعة وابدأ اخرم بيها كده من جوا علشان ابدأ احشي الكروسون بتاعي بجد الوصفة حلوة جدا وسهلة جدا وبسيطة جدا باستدام البوف بصري وعدم عميل بقى عاجينة وحط زبدة جوه عاجينة وتلاجة والكلام ده اه في الانجاز هناعمل حلويات سهلة وسريعة وتتكل على طول وبجد طعمها جميل كده خلاص انا خلصت اه اول واحدة هبدأ بس انا الالة بتاعتي ما كانش بتدخل كويس اوي فانا فكتها واستخدمت الكس الحلواني على طول زي ما انتو شايفين كده بجد داني كمية اكبر بفضل اضغط لحد ما حس ان خلاص اتملت على اخرها وتقلت معايا يبقى كده اتأكد ان هي مليانة تاني هعمل وريك واحدة تانية هبدأ اوسعها كده اعمل فيها خرمة ووسعها طبعا هي من بره من ارمشة ومن جوه هشة كده ومرقرقة وابدأ ادخل كده الكيس الحلواني طرفه وابدأ املاها 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 بجد الحشوة خطيرة 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 جميلة جدا تستاهل التجربة بطريقة سهلة وبسيطة ونجرب التريند يلا بينا بقى نحطها فيه اللي هنقدم فيه علشان نزينها باخر حاجة وهي تزينات الشوكولات السوس للشوكولات اللي احنا عملناها بتاع المتلة هبدأ كده امشي رفايع زي ما انت شايفين فوق بس طبعا انتو بتشوفوا كل بقى الكوروصون ويلز عليها كده نازلة من الجنب هوريكوا بتتعامل زي سهلة وبسيطة جدا اهم الحاجة املة طبقة اللي فوق يعني بقى فيه طبقة فوق الوش وطبعا علشان هي هيديت ومعددش سقعة سخنة قوي وبقت سقعة فبدأت السوس بتاعي يتقل شوية وده كويس ليا علشان يبقى سهل معي في التشكيل وان انا عمل بتاعتي او القطرات بتبقى نازلة على الجنبين ويبقى شكلها طالع حلو ومظبوطة وتبدأ السبتة معي هبدأ كده اوزع زي ما قلت لكم فوق الوش عشان كمان اداري على الخرم اللي انا عاملاه بتاع السوس بتاعي اللي حشيت به الكورواصون ويل او الكورواصون رولز يلا خلصنا كده كل الكمية من فوق الوش زي ما انتم شايفين كده بنفس الطريقة كده انا ما نزلتش بقى دربس ولا ولا عملت اي حاجة هبدأ بقى اجي كده على التروف بقى ابدأ انزل بقى الدروبلتس بتاعتي بالسوس الخطير 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 بجد جميلة 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 طبعا احنا ممكن نعمل على الجنب حبة الشوكولاتة بيضة ولوانها بالوان لو احنا عايزين نعمل ابهاج يعني وطبعا احنا في الهلديز بقى والناس دلوقتي يعني بتحتفل بنهاية السنة وبداية سنة جديدة فتلوان اخدر واحمر كتير فممكن نستدم اللون الاحمر واللون الاخدر في تلوين الشوكولاتة البيضة ونعمل منها برضو صوس زي صوس الشوكولات كده وهواريكو ازاي هنعمل شكل جميل جدا للكورواصون ويل بالسنة الجديدة بجد بجد الصوس خطير ريحة جميلة جدا جدا بتشاهي 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 اتمنى تجربوها بالطريقة داية وتقولولي رأيكم فيها ايه ولو عجبتكم بالطريقة قولولي ولو في اي تساؤل في التسوية او اي حاجة انا موجودة على طول ابعتولي هجاوب على طول خلصنا بقى خلاص انا كده بنازل بتاعتي على الجناب واتروف بتاعة الويلز بتاعتي انا حطهم جمي بعض كده وموسع بس حاجة بسيطة ما بينهم علشان ما يبقوش لازقين في بعض الشكل الجمالي بتاعي النهائي يبوز اهم حاجة الفينشينج يا جماعة بجد بيفرق كتير كتير في الشكل بتاع الحاجة العين بتاكل قبل ما بتدوء بالفعل كده خلاص انا حطيت كل الشوكولت وبدأت كده ازبطها بقى زي ما انتو شايفين كده هبدأ بقى اجيب بقى الالوان بتاعتي اللطيفة بقى انا بكمل بيت الكمية يعني انا عايزة حتى اخر قطرة يبقى فيه طبقة كبيرة هجيب بقى اللون الاخضر بتاعي اهو زي ما انتو شايفين كده همشي بيه كده زي 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 بس فوق الوش وهو هيبدأ ينزل على اطروب بتاعتي ويعمل نفس شكل الدروبلت بتاعتي اللي احنا اتفقنا عليها الشكل الجميل بتاع الكوروانسو ويل ممكن طبعا تحطوا فوق الوش اي مكسرات متاحة عندكم ممكن متحطوش حاجة تكتفهم بس بالشوكولاتة وبجد خطيرة اتمنى تجربوها تقولي رأيكم فيها ايه لو عجبكم الفيديو اتمنى تشركوا في القناة وتفعلهم زرارة الجرس وزي ما بنقول كل مرة استمتع